منذ قليل صرح المستشار أحمد فهم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس عبد الفتاح السيسي قام فجر اليوم بزيارة تفقدية للكلية الحربية كان رئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى أرض الوطن في الساعات الأولى من صباح اليوم قادما من جولة خارجية في جنوب القارة الأفريقية شاملت أنجولا وزنبيا وموزنبيق في زياراتها الأولى من نوعها لرئيس مصر تأتي هذه الزيارات استمرارا وتأكيدا للأولوية التي توليها مصر للتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية